السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة تمتبخ دارين اتمنى كلكم تكونوا باخر وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله سنحضر معكم طريقة لي باش تحضروا الكمبيتور او المربع ديال الكرموس بطريقة سهلة مبسطة كتخرج كمية كثيرة واهم حاجة اهم حاجة طريقة باش تحتفظوا به مدة طويلة بدون ما بد حافظة بلا ما يضع لكم بقوا معي تشوفوا الفيديو طال الاخير باش شوفوا طريقة باش شوفوا عفل مقادر وطريقة تحضر وفرجة ممتع فعلى بركتي الله بنسبة الكرموس عندي هنا يا جوج ديال كيلو ديال الكرموس غسلتها وخليتها تقطرات بنسبة الكرموس ممكن انكم تستعملوا هاد الكرموس ديال الخضراء او لا ممكن انكم تستعملوا الكرموس الكحلى على حسب اللي متوفر عندكم هنا يا كنحيدو دك الجدير اللي كيكون من التحت وغادي نقسم الكرموس ديالي على جوج بالنسبة للناس اللي ما بغاش للكون فيتور ديالهم يكون فيه الطراف بزاف فيقسمو الكرموسة على 4 انا هنا يا بغيتو يكون فيه الطراف فغادي نقسموه على جوج كنحيد لو كي ملاحتي ودك الجدر التحتي انا حاولت اناني ما نسرع لكمش المقطع باش شوفوا الطريقة بتفصيل خصوصا المبتدئات قولي اول مرة غادي جربوا الكون فيتور ديال الكرموس خصوصا ان دباره الكرموس يعني متوفر بكمية كتيرة في السوق فاستغلوا هاد الوقت هذا ديالو وصوبوا لليدات ديالكم كون فيتور قبل مربع ديال الكرموس بطريقة سهلة و بطريقة ايضا صحية هنا يا غادي نكمل بنفس طريقة تنسى للكمية اللي عندي كاملة كيما كتلاحظوا معايا كنحيدو دك الجدر التحتي وكن نقسم الكرموسة على جوج هنا ايام بعد المساليس بتقطاع ديال الكمية اللي عندي كاملة غادي نخويها في تنجارة الضغط او لا في اي تنجارة كنت كتوفر عندكم وغادي نخوي عليها كيلو ديال سكر سانيدة بالنسبة للناس اللي كيصوبوا للكم فيتور وما كيبقالوا مش مدة طويلة فممكن انكم تنقصوا سكر سانيدة وايضا اللي ما كيبغوش الحلوة بزاف اما اللي غادي خليوه مثلا ست شهور سبع شهور تال عام فضروري انكم تديرو نصف الكمية ديال اليدرتي وديال الكرموس تديروها سكر سانيدة باش هيكيبقى للكم فيتور ديالكم مع السل وما يضيع الكومش وما يضبوا بالكومش يعني ضروري يخصوا يكون النص بالنص هنا كيما لاحتيوا معايا اخويت عليه كيلو ديال سكر سانيدة انا ما عنديش يعني افراد العائلة ديالي قلالين فهذا الكم فيتور هدا غادي بقى لي مدة طويلة فهذا كشي علاش سوب كيلو ديال سكر سانيدة كنحرك ذاك سكر سانيدة مع الكرموس مزيان وغادي نخليه فوق سطح العمل تقريبا واحد ساعة بالنسبة للناس اللي بغاو ايبيته فايبيته باش سكر سانيدة كتلقون لكم ذاك المديالو وما كتحتاجوش نهائيا تضيفو لولما انا هنيا غادي نخلي ذاك الكرموس تعسل مزيان في السكر ومن البعد عاد غادي نزيد لها كاس ديال ما حيس ما غاديش نخليها مدة طويلة باش تلقلي ذاك المديالا حيس ما غادي نخليها ساعة ديال ما قناء فقط هنا بعد مرور ديال ساعة كيما كتلاحظو السكر سانيدة كيبدا كيدو بشوية غادي نزيد فقط كاس ديال العنبة ديال الما حيس السكر ما زال يطلقنا المديالو كنحرك ذاك الكرموس مزيان مع السكر مع ذاك الكاس ديال الما باش ما تلسقليش سانيدة لتسحس وغادي نشد عليها الكوكوت المدة ديال العشرة ديال بقايق بالنسبة للناس اللي بغاو هات طيب لكم ضغية بالنسبة للناس اللي عندهم الوقت فا ممكن انا كون بلا ما تشدوا عليها خليواها على نار مهيلة يعني يتطيب على خطرها انا هنا نشد عليها مدة عشرة ديال دقايق وهنا مبعد مرور ديال عشرة ديال دقايق حليت عليها الكوكوت وكتولينا على هاد الشكل هادا دا با غادي نخليها تشحرفه وقنار هادية يعني العافية ستكون بحل شماعة تكون قليلة باش ما يتحرق لكم شوف نفس الوقت يطيب لكم على خطره والكرموس يزيدي طيب هنا كما تلاحظو را الكرموس ما زال ما طابش 100% ودائما مع التحريك المستمر هنا شوفوا معي الكرموس ديالي راها بداتك التعسل صفي فاش كنحس بيها بداتك التعسل وتشحرات حاولو انكم ما تخليوهاش يعني تتقصح حيس فاش غادي سبرد غادي تزيد تقصح كثر انا هنا يا فاد المرحلة هادي صفي غادي نضفي البوطن غادي نحرك واحد جوج ديال التحريكات كتقلبو الكرموس واش طابس وكتديرو شوية ديالكم فيتور في شي طبيصل فاش كتهبطوه كيهبطوه كيهبطوه متقيل سافي كتعرفوها انها تشحرات هنا يا كي ملاحتي ومعي اضفت عليها وخليتها تبردت تماما وكتولي منع هاد الكتافة هادي يعني ما كتجيناش قاسحة كسر من القياس وفي نفس الوقت ما كتبقاش خفيفة وكلما بقات او بردات كتر كلما غادي تزيد تقصح يعني خوضوا بعيد الاعتبار هاد القضيه هادي باش ميجيكم شكون فيتور ديالكم قاسح بحال الحجر سافي هنا يكن خويهم في القريعات بالنسبة القريعات الضروري انكم تكونوا غليتيوهم او لبخرتيوهم وانشفتيوهم مزيان يعني خليتيوهم ينشفوه مزيان عاد كتكبو فيهم الكرموس ديالكم باش هكا كتأكدو ان القريعات ديالكم كيكونوا معقمين وغادي يحتفظو لكم على الكم فيتور مدة طويلة وبلت اللاجئ هنيا بعد ما عمرت القريعات ديالي كيما كتلاحظو جوني كمية كبيرة جتني 4 ديال القريعات وعامرين هنيا باش كتعرفو ان الكون فيتور ديالكم هدك هو القياس فاش تطفيو عليه انا هنيا غادي نديرلكم شوية في التبصل كنميل هكا التبصل الكون فيتور ما خصوش يهبط بحال المخفيف خصو يهبط اتقيل سافيت ما كتعرفوه ان هدك يالك سافة لي خصو يكون عليها مالبعد غادي نشد القريعات ديالي مزيان يعني ما خصو مش نهائيا يدخلو ملهوا ممكن انكم تحتفظو به فيتلاجة او لا يعني هكا فيش بلاكر وتحتفظو به المدة اللي بغيتيو ما كيوقع لهو والو اهم حاجة انكم تكونوا معقمين القريعات ديالكم مزيان وتصوبو يعني الطريقة اللي اعطيتكم بالتفصيل انتمنى انكم تجربوهوين الاعجاب ديالكم اللي عنده اي اقتراحات يخليهم لي في التعليقات وايضا اللي يجربها الطريقة هدي ديالي خليلي في التعليقات كيف هاجاتوا ما تنسوش تشاركو في القناة باش تصلب جديد الوصفات ايضا ما تنسوش تدعموني بلايكات ديالكم خليتكم على خير والى وصفة اخرى ان شاء الله